الامتحانات الالكترونية تجربة جديدة خالتها وزارة التعليم العالي في ظل جائحة كورونا لضمان حق الطالب وعدم ضياع سنة دراسية للطلبة لتعلن جامعة كاركوك عن نجاح هذه التجربة بواقع 18 كلية من خلال توفير الأجواء المناسبة لخوض الامتحانات بمشاركة 27915 طالب وطالبة وبنسبة حضور 97% تمت متابعة الامتحانات من خلال قرفة السيطرة في رئاسة جامعة كاركوك وبإشراف مباشر من قبل السيد الرئيس الجامعة وسيد المساعد الإداري والسادة العمداء عبر منصات التواصل مع 18 كلية كان أيضاً يوجد خدمات مقدمة من تهيئة خدمة الانترنيت بشكل مستمر لكافة الكليات وتخصيص خطوط انترنيت للطوارئ بالضافة إلى خدمة الانترنيت الجامعة خلية الأزمة التي تعتبر جامعة كاركوك جزءاً مهماً منها أصدرت تعليمات بتوفير الانترنيت والكهرباء للطلبة واستعدادها لاستضافة امتحانات البكالوريا للصفوف المنتهية والتنسيق المشترك مع وزارة التربية من أجل سلامة الطلبة والخروج بقرار مركزي يخدم الجميع الاستعدادات متواصلة إن شاء الله في الشهر التاسع ستجرى إن شاء الله امتحانات وزارة التربية في أوريقة جامعة كاركوك وفي كليات جامعة كاركوك كل الأمور مهيئة وكل القاعات معفرة وكل المستلزمات موجودة ننتظر الموافقة النهائية والتنسيق بين وزارة التربية والصحة والسلامة الموجودة واللجنة الصحة والسلامة موجودة في بغداد حتى تكون قرار مركزي يعمل به في جميع المحافظات العراقية خطوة جديدة أزدل الستار عليها بنجاح وتعتبر جامعة كاركوك أول جامعة تنهي الامتحانات الألكترونية معبرة عن هذا الإنجاز بأنه عرس أكاديمي مميز سعدون السلطان قناة التغيير كاركوك